السلام من الله عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها تبعات حرب العملة ما بين الحكومة الشرعية والميليشيات الإنقلابية تسمر الحرب والانقلاب وتتوالى النكبات ويتواصل سجار الحرب بين الحكومة الشرعية من جهة وسلطة الانقلابيين من جهة أخرى وبينها يقف المواطن ضحية مشتركة لسياسة الردح المتبادل وحده الشعب من يدفع ثمن سياسة النهب والسطو والجباية التي تنتهجها الميليشيا في مناطق سيطرتها وهي بطبيعة الحال أكثر المحافظات سكانا في الأثناء ما تزال حرب العملة قائمة تطحن برحاها المواطن المطحون أصلا وتزاد المعاناة مع انعدام البدائل وعجز المواطن عن الإفلات من تبعات سيادة الشد والجذب بين طرفي الصراع ما الحلول الممكنة لإنقاذ الشعب من تبعات حرب العملة القائمة وما البدائل التي يلجأ المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين إليها لتجنب سياسة النهب والجباية الحوثية وإلى أي مدى يمكن لهذه الأزمة أن تستمر هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيوف الحلقة معنا عبر البث المباشر من مأرب الصحفي محمد الحريبي والصحفي هو في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومن القاهرة سيكون معنا الصحفي والناشط في الشؤون المجتمعية همدان العلي ومن عدن رئيس الغرفة التجارية أبو بكر بعبيد إذن أبدأ مع ضيفي من مأرب عبر الأقمار الإصطناعية الصحفي محمد الحريبي صحفي في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي سيد محمد مساء الخير مساء النور أهلا لنخي جادي أهلا بك سيد محمد نتحدث اليوم عن صراع العملة القائمة بين الشرعية وسلطات الإنقلابيين ونتسأل هنا كيف تنظر إلى هذا الأمر الصراع القائم أو صراع العملة ومعركة العملة التي تصر المليشي الإنقلابية على قر اليمنيين إليها مقددا هي ليس صراعا بين الحكومة الشرعية والإنقلابيين بقدر ما هو صراعا بين المواطنين ومليشي الحوثي التي ترتكب هذه القريمة مقددا في محاولة منها لنهب أموال المواطنين واللعب في الوضع الاقتصادي بما يساهم في مزيد من الأوضاع الإنسانية الكارثية ومزيد من الشتات والتمزق في البنية الاقتصاد اليمني نعم لكن هناك مبررات كثيرة وحجج كثيرة تطرحها الميليشية لقيامها بهذا الإجراء كيف تنظرون أنتم إلى هذا الأمر إذا ما نظرنا فعلا لواقع المشكلة لا يوجد مبررات حقيقية يمكن لها أن تجيز الإقراءات الحوثية التي تقوم بها الميليشية الحوثية الآن هي محاولة حوثية لقول نحن موقدون هنا أيضا هي محاولة لنهب أموال اليمنيين عن طريق وسائل محاولة لقعلها وسائل نظامية من قبل الميليشية لنهب المواطنين بطرق فقا واستمرار لعمليات النهب لأموال الشعب وأيضا لتمويل حربها التي تخضها ضد اليمنيين أنفسهم لا يوجد ما يمكن أن يبرر لهذه القريمة كما لا يمكننا النظر إليها من زاوية أنها إقراءات اقتصادية أو ما شابه ذلك كون الميليشية الإنقلابية تعلم بفشل هذه الإقراءات أيضا تعلم بأن هذه المعركة ليست إلا معركة خاسرة تخضها فقط لرفع معاناة الشعب اليمني وزيادة حاجته الإنسانية نعم لكن إذا ما نظرنا لهذه الأزمة الحاصلة يعني الكثير يصفها بأنها صراع عملة ما بين الشرعية وسلطات الإنقلابيين في صنعاء ومناطق سيطرتهم يعني هل وصف الأمر كصراع هو وارد حاليا أم أن الأمر يعني ما زال مقتصر على طرف واحد هو من يتحكم بالمشهد القائم لا تتحكم ميليشية الحوثي بالمشهد القائم يا صديقي كل ما يقري هو أن الحكومة الشرعية من جهتها قامت بإقراءات لمواقهة الإقراءات الحوثية تحاول الحكومة الشرعية بذل قهود للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه القريمة الحوثية أيضا كل هذا يمكن وصفه بالصراع نعم لكن ليس صراعا إلى تلك الدرجة كون الميليشية الحوثية ما زالت عاجزة عن تنفيذ الإقراءات التي أعلنت عنها والتعليمات التي أصدرتها أيضا يعلم الجميع أن هناك سخط شعبي متزايد في المناطق الخاضية على سيطرات الميليشية الحوثية حول هذه الإقراءات وهذا ما يؤكد أن الميليشية الحوثية لن تخوض الصراع ودى الحكومة الشرعية وإنما استخوضه ضد المواطنين المدنيين الذين يقيمون في المناطق التي تسيطر عليها رؤوس الأموال بالتأكيد لن تقبل مثل هذه الإقراءات الحوثية من جهتها ولهذا هو صراع مشترك بين الحكومة الشرعية وبين عامة الشعب الذين يعيشون في المناطق الخاضية على سيطرات الميليشية الحوثية نعم لكن يصنف الأمر كصراع بمعنى أن الحكومة يعني الأزمة هي قد تكون مفتعلة في موضوع طباعة العملة الجديدة وبالتالي هو نوع من الضغط على الميليشيات الحوثية وإجراء ممهد لسحب العملة القديمة وإيقافها بالتالي هل يكون طرح كهذا صحيح أم أن الموضوع هي فعلاً الضرورة هي من فرضت نفسها وكان مسألة طبع عملة جديدة هي أمر يقتضيه الواقع مسألة طبع العملة الجديدة هو إجراء حكومي تأخر كثيراً ربما كون العملة اليمنية تمزقت واهترأت وأصبحت عملة قديمة وتالفة في فئات كثيرة منها انتهت حتى من التواقد في الأسواق المحلية انعدمت السيولة منها بسبب تلفها أيضاً صلاحية الأوراق المالية حسب تصريح سابق لمسؤول في البنك المركزي اليمني لا تزيد عن 18 شهراً لكن العملة اليمنية تستمرت منذ سنوات ولم يتم طباعة عملة بخلال السنوات الماضية وهذا ما اضطر الحكومة إلى طباعة عملة جديدة لتوفير السيولة منها في السوق المحلية نعم إذن سيد محمد تكرم بالبقاء معي إذن مشاهدين سنذهب الآن سوياً لمشاهدة هذا الاستطلاع حول أزمة العملة القائمة حالياً نشاهد سوياً أصبحت في هذه الأيام حرب اقتصادية أصبحت في مناطق الشرعية وفي مناطق الميليشيات الحوثية صراعات اقتصادية وعن طريق العملات بيع العملات شراء العملات أنا بالنسبة لي أنا في مارب قبل يومي قبل أمس رحت محل الصرافة علشان أحول كعندي زلط يقول لي الميتر ألف عليها ألف طيب المليون كامل المليون على يقل الستين ألف يعني ما أقوله أن المليون توصل إلى ستين ألف فأضطريت لنا أخذ الجزارة وأرسلها مع صاحب الباص تمام بدل ما أوجد ستين ألف لمحل الصرافة أعطيت عشر ألف صاحب الباص والباقي بزيت بها أغراض للبيت معنا مريض في صنعة وجمعنا له مبلغ ما يقارب عشر ألف سعودي من السعودية حولوها نهيل عندي أريد أن يحاولها لصنعة هم كانوا محتاجين لا يريدون أن يعملوا عملية الآن المريض في صنعة بحالة يرثى لها وأنا لم أستطع حول الحوالي للعاصمة صنعة بسبب الحرب الحاصلة بين الحق العملة الريال الأكتروني ما يسمي بهذا والله الوضع خطر جدا وهو كله يعني فوق المواطن نفسه المواطن هو المضرر سواء بمناطق الشرعية ولا بمناطق الحوثة حتى صعوبة في عملية ناقل الزلط حولية التحويل الزلط لليوم تلقى 100 ألف ترسل بها بـ 12 ألف ريال يعني الطرفين كلنا يعني سواء كنت عند الحوثي ولا كنت عند المقاومة أنت الضحية كفاية قصادنا مدهور كفاية الحياة اللي احنا عايشين فيها مخلال الميليشيات هذه ويقب على الدولة تقوم يعني بواقبها محاربة الفساد بشكل عام مش إلا العملة محاربة الفساد إذن مشاهدين هذا كان استطلاع حول أوضاع الناس مع هذه الأزمة القائمة في مسألة العملة ما بين السلطة الشرعية وسلطات الإنقلابين في مناطق سيطرتهم إذن أعود الآن لضيفي عبر الأقمار الإصطناعية الصحفي محمد الحريبي صحفي في مركز الدراسات والإعلام يعني سيد محمد هناك إصرار من قبل الشرعية في مسألة صرف المرتبات بالعملة الجديدة بينما يمنعها الحوثيون في مناطق سيطرتهم التي تعتبر هذه المناطق أكثر كثافة سكانية يعني كيف سينعكس هذا الأمر على المواطنين في ظل هذا الإصرار من قبل الطرفين بالفعل حدث أن وقفت شركات الصرافة صرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرات الميليشية الحوثية إقراءات الحوثي أدت بالتأكيد للإضرار بالموظفين الذين يسلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية ومن البنك المركزي في عدن البنك المركزي في عدن مقبر على كل على دفع الرواتب بالعملة النقدية القديدة بالفعل التي طبعها حديثا وذلك الإنعدام السيولة من العملة القديمة ربما وهو بالتأكيد سبب حقيقي أيضا الإصرار على فرض العملة القديدة من قبل البنك المركزي هو إقراء ينبغي أن يدعم كونه إقراء سيحد من سطوة الميليشية الانقلابية وإقراءاتها واستمرارها في مصادرات أموال المواطنين أو ربما سيزيد حقم الضغط الشعبي عليها لإيقاف هذه الممارسات التي لا تؤدي بالأخير إلا إلى إيقاف رواتب المواطنين منعهم من التسوق أيضا قيام الميليشية الحوثية بفرض عملة إلكترونية قديدة هو أيضا نوع من هذا الإصرار الحوثي على ارتكاب ممارسات إقرامية تؤدي بحياة المواطن اليمني ربما وتضعه على حافة القوع بعد أن كان راتب بالنسبة له مصدرا يقيه من حشر الحاقة والقوع في ظل وضع إنساني تقول منظمة الدولية أنه ثمانية من كل عشر أشخاص في اليمن يحتاجون لمساعدات إنسانية عاقلة وذلك لصعوبة أوضعهم المعيشية إصرار الحوثيين أيضا على منع شركات الصرافة من التعامل بالعملة القديدة لا يوقف رواتب الموظفين فقط وإنما أيضا يحد من حقم التحويلات النقدية ويعرق الوصول الأموال للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرته وهو ما يزيد الطين بالله هنا ويزيد من أوضاع الكارثية والمالية المادية الصعبة سيد محمد يعني شركات الصرافة هل تتعامل مع الوضع باستغلال يعني خصوصا أن هناك كما شاهدنا في هذا الاستطلاع الذي عرض منذ قليل يتحدثون عن مبالغ كبيرة يعني تطلبها محلات الصرافة مقابل تحويل الأموال ما بين مناطق سيطرة يعني مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الإنقلابيين يعني كيف يفهم هذا الأمر هل هناك استغلال بالفعل من قبل هؤلاء الصرافين للأزمة الحاصلة أم أن الواقع يتطلب هذا الأمر وبالتالي هم مجبرون المضاربة في العملة بين الفيات القديمة والقديدة أدت بالتأكيد إلى وجود فقوة في حقم الواردات والصادرات أكبرت ربما شركات الصرافة على رفع الفائدة من سعار الحوالات وهو ربما أيضا لا يمكننا أن نصفه بالاستغلال بشكل مباشر ولكن كان يفترض بالبنك المركزي اتخاذ قراءة فورية لردم هذه الفقوة إما من خلال لزام شركات الصرافة وفقاءالية محددة بالالتزام بالتسعير السابقة ومنع إيقاف المضاربة بالعملة القديمة والقديدة لكن كل هذا يعود إلى نفس المشكلة وهو إصرار الحوثين على المضاربة بالعملة القديمة وإصرارهم على منع التعامل بالعملة القديدة كل هذه الإقراءات مهما زادت حدتها على المواطن إلى أن سببها الرئيسي هو إقراءات الميليشيا الحوثية ولا يمكننا تحميل شركات الصرافة الحقم الأكبر منها كون الاستغلال لن يكون هنا وإنما الاستغلال سيكون في المضاربة بالعملة والذي يحدث في مناطق الخاضعة الزطرة الحوثيين حيث يقوم الحوثيين بفرض أسعار صرف أو يقوم المتفوذين من ميليشيا الحوثي ومشرفيها الذين قاموا بمصادرات عملات قديدة وقديمة ولديها مصيولة نقدية من العملة القديمة بفرض أسعار إضافية على العملة وكأنها عملة أقنبية قديدة يتم التعامل معها وفقا لسعر صرف محدد هذا ما أدى إلى وجود هذه المضاربات والإشكاليات التي تتواجهها شركات الصرافة والتي تعود بطبيعة حالها على المواطن الذي يعاني الأمرين نعم إذن ابقى معي سيد محمد أرحب هنا بضيفي من عدن رئيس الغرفة التجارية السيد أبو بكر باع بيت سيد أبو بكر مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا أهلا بك سيد أبو بكر نتحدث اليوم عن أزمة العملة وصراع القائم هل يمكن وصف الوضع الحاصل اليوم هو صراع ما بين الشرعية والإنقلابيين أم أن مسألة طباعة العملة الجديدة والإجراءات الجديدة هي ضرورة يقتضيها الواقع شكرا قناة من القياس شكرا للأخوة جميعا والأستاذ والمشاهدين أولا العرف مفهوم لدى الجميع أنه في نوعين من الحكومة حكومة هدايا وحكومة جبايا نحن الآن أمام حكومة جبايا لا تفهم في الحكم أي حاجة هذه مليشيات تصرف تصرف لا تنظر إلى ما هي تأثير هذه الخطوات التي تتخذها تجاه هذا الشعب المقلوب يعني تهور في كل التصرفات كيف تعمل هكذا وأنت مش قادر يعني مليشيات مش قادرة تدفعوا رواتب اللي عندكم اللي مسيطرين عليها وكما تمنعون حتى يقصرون على رواتب من الجهال الأخرى وتعملون أمامها العراقي يعني فين الحكمة فين العقل فين الخوف من الله فين الإنسانية هذا باصل أنا إذا الناس مش واثقين في هذه المليشيات أنها تحطوا الفلوسهم النقدية عندهم بيضعون الفلوسهم الإلكترونية يعني هل في عقل أمام هذا لنا إذا كانت هذه المبالغ اللي نحن الناس يعني أكثر من 70% من قطاع التجاري خرج من الدولة والآن يستثمر في الخارج بصدر تصرفات هؤلاء القوم يجي يقول لك إذا جالسين هنا خلوا فلوسكم إلكتروني عندي إذا أنت ما تفهم تحكم ما تفهم تعمل تتعامل مع حكومة نقدية فتتتعامل معي مع عملها إلكترونية هذا الصراع غير منطق ما في عقل لا يلقبون في مؤمن إلا ولا دمها أو لا لكن ألا يوضح هذا التخبط ألا يوضح هذا التخبط أو سيد أبو بكر التخبط الحاصل والذي نراه في الجانب الاقتصادي من موضوع العملة الإلكترونية وهذه القصص هو دليل على حالة انهيار وصلت إليها الميليشيات في مناطق سيطرتها في الجانب الاقتصادي الإنسان لما تصير له الانهيار العاقل يخفض جناحه ويخفض راسه عشان تقياوز هذا الريح أو هذه العاصفة هذا ما يفهمون هذا يواجه العاصفة بعاصفة أشلد منها في وضع لا يتحمل أن الناس تتحمل هذا الوضع المزري في الاقتصاد في الاستيراج في نوعية البضايع في كل الأشياء الآن خارج السيطرة تجيب الآن في معيشة الإنسان المسكين يعني كيف أنا بأي سيطر على موضوع العملة الإلكترونية وراها قوانين وراها دول موثوقة وراها احتياطي لدى البنك المركزي لديها أشياء كثيرة يجب أن توضع قبل أن نتعامل معك بالعملة الإلكترونية نعم يعني مش معقولة اللي يحصل يعني صراحة حاجة خارج يعني الشرعية إذا عملت طبعة لنفرق وهذا مستبعد جدا أنها طبعة حاجة يعني مضطرة الدولة غير عقلية الماليشيات لما طبعة العملة لو كان ما طبعة العملة والعملة هي القديمة ومسيطرة عليها في الشمال كيف الناس بتعيد نعم هو هنا سيد أبو باكر يعني بعض المواطنون أو بعض المواطنين يتساءلون سيد أبو باكر بأنه يعني هل يعني الحكومة الشرعية مضطرة لعمل هذا الإجراء لأنه في الأول والأخير من يكتوي بنار الأزمة وتزداد عليه المتاعب كثيرا هو المواطن يعني من كل إجراء يتم فالتساءل هنا يعني هل الموضوع في إطار صراع أم أنها يعني الحكومة وجدت نفسها أمام ضرورة لتنفيذ هذا الإجراء ضرورة الدول كلها سوت هكذا الدول اللي في أثناء الأوقات العصيبة والأوقات الحرب والسيولة معجومة لازم تعمل هكذا كيف يتم التداول للتجاري عملة سلعة زيها زي أي سلعة نتباعي واشتري فيها إذا غير متوفرة فكيف الناس تتعامل إذا كان لا هي مسيطرة على البنك المركزي اللي في صنعها ولا مسيطرة على الاعتياط اللي كان عندهم ولا مسيطرة على المبالغ الموجودة لدى لدى البنك المركزي لدى تبع الناس أو تواعد تجار فكيف تتعامل في المناطق المحررة نعم ننتظر لما المليشيات تعطينا نحن بعين وضحمة مش معقول بالفعل بعدين أنت الآن تعتق يعني المليشيات الآن هي في وضع سيء طيب يعني لازم البقية الشعب يعانون زيك ستدولة وتتصلف ما تتصلف لكن كيف الموظف العادي أو المتقاعد أو الدكتور أو الأستاذ أو المندس أو كيف يتصلف هذا الآن منتظر آخر الشعر يصل على هذا الواسل وكمان توقف في طريقه نعم إذن وضحت السورة بقى معي سيد أبو بكر سأعود إليك بعد قليل أذهب هنا لضيفي عبر الأقمار الصناعية الصحفي محمد سيد محمد يعني المواطنون وأيضا العاملون والموظفون في مناطق سيطرة الميليشيا يعني يعيشون مأزقا حقيقيا أمام هذا الواقع من منع تسليم رواتب بالعملة الجديدة يعني كيف يمكن معالجة هذا الأمر إذا ما استمر هذا الواقع يمكن للبنك المركزي اليمني اتخاذ قراءة تلزم شركات الصرافة بالتعامل بالعملة النقدية القديدة أو يمكن أيضا في مناطق سيطرة الانتلابين تبصد فتح لمقال استلام الرواتب نعم ينبغي الضغط على الميليشيا الحوثية من أقل قبارها على الرضوخ لواقع أن هناك فئة نقدية قديدة من العملة ينبغي تتعامل ضغط البنك المركزي على شركات الصرافة في مناطق سيطرة الانقلابين هنا يضع الأمر كمواجهة ما بين شركات الصرافة وسلطات الانقلاب في مناطق سيطرتها يمكن إن تم إلزام شركات الصرافة بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن أيضا لا ننسى أن جميع شركات الصرافة العاملة تحصل على تراخصها من البنك المركزي الرئيسي ومقره في عدن ولديها مستندات مالية في البنك المركزي يمكن إلزام هذه الشركات وهو ما حدث حسب المعلومات أن هناك إقراءات لقاءات عقدتها مع شركات الصرافة للحد أو لدراسة وبحث آليات ومعالقات يمكن أن تواقه بها الميليشية الحوثية وإصرارها على منع التعامل بالعملة القديدة وعرقلت صرف رواتب الموظفين وأيضا عرقلت استلامهم لحوالاتهم التي تأتي من دويهم العاملين في المناطق الخاضعة للسيطرة العكومة الشرعية كل هذه الإقراءات التي يقوم بها البنك المركزي بالتأكيد سيرافقها ضغط شعبي إضافة إلى ضغط من قبل التقار في المنطق الخاضعة على سيطرة الميليشية الحوثية كون التقار بالتأكيد لن يقبلوا بالرضوخ لهذه الميليشية وتسليم نقودهم مقابل الوهم تعطيهم هو الميليشية الحوثية لا يمكنهم أن يحولوه إلى فيهات نقدية أخرى أو لا يمكنهم أيضا أن يتعاملوا به الميليشية الحوثية تخلق سوق سوداء قديدة وهي سوق العملة حاليا وستواقه بالتأكيد شعبيا ورسميا وشركة الصرافة ستقد حلولا ما للتعامل مع الميليشية الحوثية سواء من خلال الزامها بالتعامل بالعملة القديدة أو لالتزام بالصرف للمواطنين رواتبهم سواء بالعملة القديدة وعلى المواطن أن يتعامل بها وأن يقبل التعامل بها ثم على المواطن نفسه أن لا يقبل رضخ لإقراءات الميليشية الحوثية الانقلابية لا ننسى هنا التذكير بأن الميليشية الحوثية هي ميليشية انقلابية وكل إقراءاتها غير شرعية وقانونية وباطلة وليست إلا عمليات نهب مبطن ومحاولة لاستغلال الظروف الحالية للبلد للدخول أو للتربح وجني الأموال بطرق عدة ومختلفة وهو ما يضعنا أمام حقيقة واحدة أنه علينا أن نقف أمام هذه الإقراءات كونها ستضرب الاقتصاد اليمني بشكل مباشر وتضرب حياة المواطنين بشكل أشد مما يمكن وصفه كل هذا والإقراءات الحكومية تبقى ضيقة والخيارات الحكومية تبقى ضيقة لكنها ليست منعدمة نعم إذن ابقى معي أعود لسيد أبو باكر ضيفنا من عدن رئيس الغرفة التجارية سيد أبو باكر يعني فيما يتعلق بالأزمة الحاصلة حاليا يعني يرى المواطنون في مناطق سيطرة الميليشيات أن ما يحدث هو أسوأ منعطف في هذه الأزمة وأسوأ معاناة تواجههم حاليا فيما يتعلق بميليشيات الحوثي التعامل معها أشبه بالتعامل مع مجنون يعني لن يصلوا إلى طريق هنا السلطة الشرعية إلى أي مدى تتحمل مسؤولية حصم هذا الأمر السيطرة الآن سيطرة الحوثيين في المناطق التي تحت يدهم والشرعية واضحة في بيانها التي صدر اليوم لن تتعامل ألا بالعملة الجديدة العملة الجديدة هي التي تمتلكها الآن جولة الشرعية الحكومة الشرعية يريدون رواتب عليها أن يغير القانون يزيد جنان يجنن لوحده هذا الأمس من كل يوم عملوا صدر وقرار بإيقاف خمسة ألف حوالي بطاقة ضريبية على ناس الجنوب لا لكم علاقة في هذه التجارة لا لكم علاقة في المناطق هذه السلوب همجي يعني متعجرة بالفعل قمنا إذا وقفتوا على البطاقة الضريبية في الجنوب أو في المناطق المحررة سنرقف البطاقة الضريبية في المناطق التي تابعة لكم إذا فنحن لدينا فقط خمسة ألف بطاقة ففي المناطق اللي هم سيطرين عليها أكثر من خمسين ألف بطاقة ما تتوقف لكن لأنهم لا يفكرون في الموضوع لا يفكرون في تأثير هذه القرارات السلوب مليشاوي طيب سيد أبو بكر ما هي تأثيرات على الناس سيد أبو بكر هناك استغلال هنا نريد يعني أن نأخذ رأيك في هذا الأمر يتحدث المواطنون شهدنا باستطلاع عرض منذ قليل بأن هناك استغلال من قبل شركات الصنافة يعني إلى حد كبير مبالغ كبيرة تطلب مقابل المضاربة بالعملة الحاصلة ما بين مناطق الشرعية ومناطق الانقلابيين هذه الأمور يتحملها المواطن من بيده ضبط مسألة شركات الصرافة والاستغلال الذي تنتهج هذه الشركات أولا طبعا في المناطق المحررة مسؤولية البنك المركزي يعني وهذا واجب قبل أن يشيل أن المواطن لا يتحمل إضافات جديدة على تحت إضافات أو معاناة جديدة مناطق الشمالية نحن لا نعرفها مناطق البكير المحررة لا نعرف ماذا يدور فيها والسيطرة تحتهم لكن أنا أقول أنه على الصرافين أن يخافوا الله في هذا الشعب هذا رقم واحد الشيء الثاني أنه يجب أن بيجي يوم بيحاسب عليها كل كبير صغير لن يفلت من العقاب ومن القانون عودة الدولة بتعود عودة النظام بيعود عودة المحاسبة بتكون لأنه لا يمكن أن الدولة تقوم وهذا العمل السائب ولن يحاسب عليها فيما بعد لازم يحاسب عليها كل ما ما يحاسب عليه الآن سيحاسب عليه فيما بعد وهذا الشعب سيحاسب هؤلاء الناس لأنه لأنه الآن حتى لو الطب بيجي وهو في حالة أو أفضل مما هو عليه الآن وسيحاسب كل من استغله هذا لأنه أنت عارف يعني يقول لك من آمن العقاب أساءل الأدب هذه كلها الأدب في حق الناس نعم إذن سيدة أبو باك تفضل تفضل أكمل تفضل أكمل أختم أنه أختم أنه يعني على هذا المليشيات يعني لن تدوم حكم حكمتكم أو حكمكم على هذا البلد لأنه هذا بلد أصحاب راي وأصحاب قوة وأصحاب وأن مرت عليه أزمات سيعود وسيحاسب كبير والباطل إلى زواء إذن وضحت تصورة السيد أبو باكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية كنت معنا من عدن شكرا جزيلا لك إذن أعود هنا لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية السيد محمد الحريبة صحفي في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي يعني سيد محمد نتسأل هنا عن المسؤولية يعني هنا التعامل مع الحوثيين أشبه بالتعامل مع مجنون يعني لن يصل الناس ولن تصل الشرعية إلى طريق فالتساؤل هنا يعني إلى أي مدى تتحمل الشرعية مسؤولية أمام ما يتعرض له المواطنون من معاناة كبيرة بالذات في مناطق سيطرة الحوثيين بالتأكيد الحكومة الشرعية تتحمل حق من قدر ابن المسؤولية لكن لديها إقراءات بدأت باتخاذها ومنها إقراءات البنك المركزي اليمن اليوم سواء من خلال لقاءاته مع الصرافين وشركات الصرافة والبنوك المحلية التي تعمل في المناطق الخاضعة على سيطرة الميليشية أيضا بإمكان الحكومة الشرعية إلزام شركات الصرافة بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن وهو الإقراءة الأبرز الذي يمكن اتخاذه إضافة إلى إلزام الشركات والمستثمرين والتقار الذين يتعاملون مع المناطق الخاضعة على سيطرة الحكومة الشرعية بالتعامل بالعملة القديدة وهو ما سيقبرهم أو بالتأكيد هناك الكثير منهم من لهم علاقات وطيدة بالميليشية الحوثية سيقبرهم على دفع قيمة ما يشترونه سواء من غاز أو من واردات تأتي عبر مناطق الحكومة الشرعية بالعملة النقدية القديدة أيضا على البنك المركزي وهو يقوم بتغطية احتياجات المستثمرين والمستوردين من العملة الصعبة أن يلزمهم بالدفع بالعملة القديدة وهي إقراءات بالتأكيد ستحد من سطوة الميليشية الحوثية كما أيضا على الحكومة الشرعية القيام بدورها في التواصل مع سواء اللقنة الرباعية الدولية أو جميع القوى الدولية التي من واجبها الآن التحرك للضغط على الميليشية الحوثية للتراجع عن إقراءاتها التي لا تعد إلا قريمة بحق اليمنيين قريمة قديدة تطلاف إلى سلسلات قراميهم سواء من خلال نهب العملات أو بيع الوهم للمواطنين من خلال العملة الإلكترونية التي لا يمكن للمواطن التعامل بها أصلا نعم إذن دعنا نذهب الآن أيضا نتابع هذا الاستطلاع من محافظة تعز يتحدث الناس هناك أيضا عن معاناتهم مع الأزمة القائمة في مسألة العملة نشاهد هذا الاستطلاع سويا العملة عندنا باليمن أيضا طبعا بحكم أنه معانا دولتين معانا حكومتين مثل ما يقولون معانا عملتين عملة قديمة عملة قديمة إذا كنا هنا داخل المدينة تعز إذا كان عندك العملة الجديدة التي هي مطبوعة خلال الحرب إذا خرقت الحوبان التي كان المدة خمس دقائق الآن أصبحت ست ساعات أو خمس ساعات أنك تروح للمدينة الثانية نقول للحوبان فتصطرف بسعر ناقص 25% كأن العملة عندنا هنا سعر وبالحوبان سعر آخر هذه المشددة ما بين مليشيات الحوثي وما بين الشرعية أصبح المضرر الوحيد داخل الوطن هذا أو داخل الكمورية هو الشعب فقط فكأنا كمواطن يمني إذا كان لدي مبلغ مالي وأريد أن أذهب إلى منطقة أخرى أو محافظة أخرى ويحقق لذلك فأجد أن سعر الصرف اختلف تماما وأن نقودي أصبحت بسعر هابط جدا وهذا وعنا بنفس البلد وبنفس الجمهورية وبنفس المدينة تؤثر تأثيرا كبير هذه الحركة التي قامت بها الميليشيات خاصة وأن المواطنين دائما هناك لهم أقرباء في جهة الشرعية وأيضا هناك ناس في جهة الحوثى يقوم بإرسال النقود الحديثة لكن بالفترة الأخيرة منئة النقود الحديثة والتي تابعة بحقة إنها تابعة للشرعية الشرعية الحوثى يريدون مصادرة أموال الناس الفقراء وأيضا مصادرة التقار وإبعاد التقار عن مدن الحوثى من أجل السيطرة على الموارد المالية وإضعاف الشرعية وإضعاف النقود العملة الجديدة التي أصدرها الحوثيون نستطيع القول بأن الخاسر الوحيد من تضارب العملة والممارسات الجديدة التي تم تحديثها على التحويلات النقدية وارتفاع رسوم التحويلات النقدية الخاسر الوحيد يبقى هو المواطن الذي يعاني أضرار الحرب المتفاقية إذن مشاهدين هذا كان استطلاع من تاعز وأعود هنا لعودة أخيرة لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية الصحفي محمد الحريبي سيد محمد هنا تساؤل أخير عن المجتمع الدولي والأمم المتحدة هل بالإمكان أن يكون لها دور في حسم هذه المسألة والأزمة القائمة في البلاد بالتأكيد يمكن المجتمع الدولي القيام بالدور الكبير للضغط على ميليشيا الحوثي للترقع عن هذه الإقراءات وأيضا السماح بالتعامل بالعملة القديدة المجتمع الدولي نقح من أيام قليلة في إلزام ميليشيا الحوثي بتوريد المبالغ التي تحصلها من ميناء الحديدة إلى حساب في البنك المركزي في فرع البنك المركزي في الحديدة لدفع رواتب الموظفين وما زالت حتى الآن تحت سيطرة داخل حساب محدد تم تحديده من قبل المبعوث الأممي وزارة لقنة من قبل المبعوث الأممي ولقنة الانتشارة الأممية برفقة محاسبين وصرافين الفرع البنك في الحديدة لإطلاع على مدى دقة المعلومات حول استمرار توريد المبالغ إلى هذا الحساب المجتمع الدولي الذي استطاع إلزام ميليشيا الحوثي القيام بهذا الإقراء وتوريد المبالغ كاملة إلى حساب لدفع رواتب الموظفين يمكنه بالتأكيد الضغط على ميليشيا الحوثي لإلزامها بالتوقف عن ممارسة مثل هذه القرائم بحق الاقتصاد اليمني وبحق وضع المعيش للمواطن والحالة المادية الصعبة التي يعيشها نعم توقعك إلى أين ستنتهي هذه الأزمة سيد محمد إقراءات تمس حياة المواطن بشكل مباشر نعم توقعك إلى أين ستنتهي هذه الأزمة هذه الأزمة بالتأكيد هذه الأزمة بالتأكيد إن استمرت الميليشيا الحوثية في إقراءتها ستقابه بالفشل الفشل ذريع سيلحق بها ولن تستطيع الميليشيا تحقيق أي مكسب حقيقي سواء على قانب المفاوضات أو على قانب الإعلان أنها ما زالت قادرة على التحكم بالمشهد الاقتصادي لن تستطيع تحقيق أي نجاح كما لن تستطيع الاستمرار في إلزام المواطنين بالتعامل بالعملة القديمة كونها هي الوحيدة التي ما زالت تخزن الكثير من السيولة المالية من هذه العملات التي نهبتها من الاحتياطي النقدي الذي كان في البنك المركزي اليمني قبل اقتحامها العاصمة صنعا ميليشيا الحوثية ستبقى وحيدة في معركة كهذه التقار أيضا قد يقومون بسحب أموالهم وعدم إذاعها في شركات الصرافة حتى الواقعة على سيطرة الميليشيا الحوثية قد يضطر رؤوس الأموال المحلية التي ما زالت في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا إلى الانتقال سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أو إلى خارج البلد هروبا بأموالهم وإنقاذا لها من نهبها من قبل الميليشيا الحوثية وإقراءاتها التعسفية بحقهم نعم إذن وضحت الصورة أشكرك جزيلا شكرا صحفي محمد الحريبي صحفي في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب شكرا جزيلا لك ومشاهدين نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة أشكر جميع ضيوفي وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة والمنتج وديعة وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العامل حتى الملتقى في أمان الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر